وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك الإسكان الخاص بالموظفين في العاصمة الإدارية وفق أعلى معايير الجودة المخططة وفي اجتماع آخر التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق محمد عباس حلمي قائد قوات الجوية ولواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والمقدم طيار بهاء الدين الغنام ودير مشروع مستقبل مصر وذلك لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع قومي الانتاج الزراعي مستقبل مصر ضمن نطاق المشروع الأملاق الدلت الجديدة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية خاصة فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع وتطوير محافظة القاهرة وقد عرض السيد وزير الإسكان مستجدات الموقف الحالي لمختلف المشروعات في إطار مدن الجيل الرابع وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة لسيما منطقة الأبراج المركزية وكذلك الأحياء السكنية المختلفة فضلا عن منطقة النهر الأخضر وفي هذا الصياق تابع السيد الرئيس الموقف التنفيذي للإسكان الخاص بالموظفين في العاصمة الإدارية وذلك تمهيدا لبدء الانتقال الفعلي إلى العاصمة خاصة ما يتعلق بتوزيع الوحدات السكنية البالغ عددها حوالي 30 ألف وحدة موجها سيادته في هذا الإطار بالالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ وفق أعلى معايير الجودة المخططة كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة العالمين الجديدة وكذلك سير العمل في مدينة المنصورة الجديدة بعناصرها السكنية والإنشائية والخدمية المتنوعة فضلا عن عدد من المشروعات التي تتم بمدينة رأس البر تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في سياق تطوير تلك البقعة السحلية المتميزة وفيما يتعلق بمحافظة القاهرة اطلع السيد الرئيس على مستجدات العمل في المشروعات الحالية لتطوير منطقة القاهرة الخديوية امتدادا لتطوير ميدان التحرير خاصة ما يتعلق بأعمال ترميم الواجهات للمباني التراثية العريقة انطلاقا من ميدان التحرير مرورا بميداني طلعة حرب ومصطفى كامل ووصولا إلى منطقة ميدان العتبة موجها سيادته بتطوير تلك المسارات بالكامل واستعادة رونقها كمصدر جذب سياحي وترفيهي وثقافي وذلك بالإضافة إلى بدء التطوير الحضاري لحديقة الأسبكية لاسترجاع مكانتها كإحدى أهم الحضائق التراثية بالعاصمة كما تم في ذات الإطار عرض مستجدات تطوير منطقة سور مجر العيون بشقيها السكني وكذا التجاري والطرفيهي فضلا عن تطوير منطقة مثلث مسبيرو حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من أعمال أبراج السكن البديل بمسبيرو لإعادة تسكين المواطنين فيها في أقرب وقت ممكن كما اطلع السيد الرئيس على موقف الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بما في ذلك إتاحة مبدأ إيجار الوحدات السكنية في إطار المبادرة تنفيذا لتوجيهات سيادته في هذا الصدد كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية والمقدم طيار بهائدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر ضمن نطاق المشروع العملاق الدلتة الجديدة الذي يستهدف استصلاح أكثر من 2 مليون فدان وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر الذي يعتبر إضافة ضخمة للمشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء ويعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية وتوفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة كما تابع السيد الرئيس تفاصيل سير العمل بمكونات البنية الأساسية لمشروع مستقبل مصر من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء فضلاً عن منظومة التصنيع الزراعي بالمشروع وما تضمه من صوامع ومبردات ومعامل تحليل ومحطات للفرز والتعبئة وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً عرض الموقف التنفيذي لمجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللهون بمحافظة الفيوم وذلك في إطار المشروع القومي للصوب الزراعية الذي سيمثل بدوره قيمة مضافة لقطاع المنتجات الغذائية للدولة